الهيئة العمل الاستعلامات والكاتب الصحفي الأستاذ ديق راشوان رئيس الهيئة أكد أن ما فيش أي وسيلة أعلامية في العالم قالت أن فيه أي تجاوز أو مخالفات تمس نزاهة الانتخابات ده بيقول لنا زي العالم حالياً بينظر إلينا بينظر إلى وعي الشعب المصري بينظر إلى قدرة القضاء المصري على أن هو يدير هذه العملية وطبعاً الهيئة الوطنية للانتخابات أن هي تكون قادرة على إدارة هذه العملية الانتخابية وعلى نزاهة الموضوع ما يكونش فيه زي ما قلنا مشاكل بتواجه مواطن ولا صعبات زي اللي كانت موجودة على مدار التاريخ في موضوع المشاركة في الانتخابات